في موضوع ذي سلة شهادة طبية تحت طلب هي التي تقدمها العديد من العيادة الطبية مقابل مبالغ مالية سلوك لا يمت لأخلاقية المهنة بأي سلة التقرير لأحمد قارى ورفيخ خلف الله علاج المرضى وتقديم خدمات صحية ليست النشاطات الوحيدة لبعض العيادة الطبية في الجزائر التي تتاجر في الشهادة الطبية الوهمية هذا الأمر يقع عقبته قانون العقوبات ولكن إثباته لابد أن يمر حتما عبر خبرة يقوم بها طبيب آخر يعني شكل يقدر يراقب الطبيب إلا طبيب آخر عادة ما يتم الوقوف على هذه المخالفات عن طريق لجان تفتيش ليترسلها مديريات الصحة أما إذا كان الأمر يحمل في طياته جريمة تكون كان متابعة قضائية في حالة وجود تدخل مصالح الأمن وفي حالة وجود شكوى أو أدين لا تثبت بأن هذا الشهادة ما هي الشهادة حقيقية تزوير الشهادات الطبية التي يتم استعمالها غالبا للتحايل على العدالة أو للتهرب من أداء واجب الخدمة الوطنية لا تتحمل مسؤولياته العيادات فقط فقد تقع المسؤولية على أصحاب تلك الشهادات الذين يقدمون تصريحات كاذبة مسؤولية الطبيب قائمة بأجزاء معينة ليس بكامل مسؤولية لأنه في كثير من الأحيان المرضى أو المرضى المفترضون لتقدموا العيادات الأطباء العقلانيين أو المستشفيات يقدمون تصريحات خاطئة إذا كان في الموضوع غلطا ويستحق هذا الطبيب بعد التحقيق طبعا أن يجوز أمام مجلس تعديد لعمالة الأطباء وحتى إذا كان الأمر حقيقة يكون أمر خطير يجوز أمام المحكمة 1500 دينار جزائري سعر الشهادة الطبية المزورة من طرف أطباء يعملون تحت الطلب يعبثون بأخلاقيات المهنة